سقيلة على يد سانداونز بيخ خماسية جديدة في حاجة مهمة جدا ان المباراة بتاعة القاهرة بين ان فريد سانداونز فريد محترمة لعبة كرة على اعلى مستوى سرعة مهارة تحركات لعب قصادة كينة في القاهرة ما كانش خايف فتخيل بقى انت على ملعبه مفوض ان كان فيه قبل المباراة هنبعد بس عن مباراة المقولين والليه وانquent قلليك فيه لعيبة قاعدة ولعيبة دي مش عايزين الكلمان دي مباراة ودي مباراة طبيعي ان انت بتدرس الخصبة بتاعة لماذا لعيبة قاعدة يعني ايه عشان يقولك في الافترة بتاعت ضغطة المباريات فيه معظم اللعيبة للسيارة رياحة المباراة بتاعة المقولين ال aut predator المقولين هما هما اللاعب النهاردة معادة اتنين يعني ما كان فيه لعيبة لقاعدة معادة اتنين معادة شدي حسين ومعادة مروان عطية دي أنجي لاعب مكان مروان وشريف مكان شدي حسين في معدد زيك التشكيل هو أنا هتكلم في حتة أن أنت برضو ما فيش استعادات للمباراة يعني أنت المفروض أن أنت على المباراة بتاعت القاهرة مفروض أن أنت رايح بتبقى يعني بتستعد بشكل كويس يعني بتبقى أولا المباراة كانت مهمة جدا للنادي الأهلي كان يخرج بها بأقل الخسار يتعادل يكسب المكسب صعب جدا لأن فيرت سانداونز فيرت لعبة كرة كويسة وفوست جمهيرهم والحالة اللي هم عملوها وده الفارق إن فيه اتحاد كورة أو منظومة بتساعد النادي إنه دي بطولة قرية بطولة مهمة جدا أنت بتلاعب برضو النادي الأهلي فبتستعد فعملوا ايه؟ دخلوا الجمهير كلها وعملوا لهم حفلة وعملوا لهم جوائز عشان الجمهير تيجي يبقى ايه؟ الاستاد مليان ده اللي بتكلم فيه فرق دعم لنادي تبع دولة بيشارك في بطولة أفريقيا عكس الأهلي الأهلي طبعا أنا كنت بتمنى إن مفروض إن شايف إن اتحاد الكورة كان لازم مثلا يحاول يساعد الأهلي في إيه بقى؟ في تأجيل مثلا مباراة؟ في تأجيل مباراة المؤولين يعني ملهاش داعي يعني كنتم ممكن تخلي الأهلي مثلا نلعب المباراة دي مثلا تضغطوا بس في الفرحلة اللي جاء لإني الأهلي في المرحلة الأخيرة ضغطت المباريات يعني محتاج المباراة بتاعت سانداوز برضو مش عايزين ندي دي حتة عذر لأنه محبش الأعذار شخصية النادي الأهلي مكادش موجودة مكادش موجودة؟ مش موجودة بينا جدا ناردا اللعيبة مش مركزة في خوف ورهبة غير طبيعية للعيبة جوه الملعب الجهاز الفني ما استعدش للمباراة اللعيبة ما استعدتش للمباراة بشكل كويس الأهلي رجع للمباراة تاني بهدف بتاع محمد شريف المفهول بقى ان انت ايه؟ تبتلت تكتسب سكة وتقف لا بالعكس انت تصعبت برضو ده نتيجة برضو ان فارد سانداوز لا لعبها محترمة اوه 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 لعبت كورة لعبت كورة وهولها تاني كشفت لعبة النادي الأهلي النارد كشفت لعبة النادي الأهلي اه طبع في سرعات في يقا بدناي في السبات المفعالي جوه الملعب التمركز التحرك بتاعهم النهاردة بلعبوا كورة لا كورة سهلة كورة كورة في تطور انت اللعيب عندنا النهاردة لعبت النادي الأهلي بتمسك الكورة ما بيلحقش هو فاكر نفسه ان هو بلعب في الدور المصري فهيعمل كده هيعدي فمش هيلاقي حد يضغط عليه لأ انت بتعدي بتلاقي اتنين تلاتة عاملين بريس عليك بيطع منك الكورة فاللعيبة نفسها الشخصية اللعيبة نفسها مكادش موجودة تمام فيه نقطة مهمة جدا برضو امير في جوه الملعب ودي لحستها ان ما فيش قائد جوه الملعب قائد فيش كابتن فرق انت اصدق كابتن فرق لازم يبقى في العشرة اللي بيلعبه طبعا مش حرس المرمى يعني لازم يبقى فيه كابتن فرق بدور قيادي جوه الملعب حتى لو هم مش كابتن فرق اه فاهم اصدقك الشخصية فاهم اصدقك الشخصية اللي جوه الملعب اللي بتوجه اللعيبة بتفوّل اللعيب النهاردة انت الهدف الاولاني تلات لعيبة طلعين باستهتار يعني طلعين عارف فاكرين نفسهم ان هو بالعب في الدور الممتاز انا اسف يعني الدور المصري اللي هو اللعيب واقف عالتمنتاشر فهيمسك الكرة يوم يوم اعملها عالجناب عشان يعمل اوفر لا اللعيبة دي اتبت برما فيه ناس بتقولك الدور المصري اقوى من الدورة ابتال افريق والله بس دي ناس مخاطع بقى ده لك بصراحة يعني اللي بيفكر في حاجة زي كده ده ده مصري يعني نمكسب ما بين اهلي وزمالك بس ما فيش منافسات تانية هتلاقي بيرامت شوية هتلاقي فيوتشا بس خلاني اتكلم في رئة البطولة هو هتلاقي ما بين اهلي وزمالك فهتلاقي الموضوع لا ما فيش الاحتكاك ما فيش العناصر اللي بتلعب اللي بتلعب قصادك في بطولة افريقا مختلفة عن العناصر اللي موجودة في الدور المصري سرعة قوة لعيبة لاندية شارية مستويات لعيبة كويسة امكانيات فيه امكانيات مادية عالية جدا فالهدف الاولاني هو ده الاغرب هو ده خسارة الناد الاهلي ده سبب الخسار في اول اربع دقائي فطبيعي ان انت المعنوات هتقع برضو عشان كده بتكلم ان لازم يقفيه قائد انت لو هدف حتى دخل اول اربع دقائي تلاقي فيه لعيبة بتشجع حد يشجعك حد يخرجك برا الحتة الانكسارية دي او الانهزامية زي ما بيتقال فما فيش الحتة دي اتعدلت مقدرتش تعيد حساباتك مقدرتش ترجع برضو باخطاء فردية وانا شايف ان الناد الاهلي في الفترة الاخيرة لا اخطاء فردية غير طبعية لعيبة مع احترامي انا شايف لو يعني لو لعيبة ناشئين مثلا او مراحل اللي هم لسه متسعادين هنديهم عوز اما دي لعيبة دولية ولعيبة لعبة خبرات سواء في الدوري وجابوا بوتولات سواء في بطولة افريقيا او مشاركات دي بتدي خبرات جوال ملع بس الحالة اللي موجودة بالاخطاء اللي موجودة دي لا يعني غريبة جدا بصراحة ويسأل عليها الفريق بالكامل الفريق بالكامل طيب